نروح لي تصريحات مارس الكولر في المؤتمر الصحفي ما بعد هذه المواجهة وقال زي اي مدرب عائل سيبكم ان انا انا فرحان وواصف كمان في النادي داري بس هو مدرب فقال لك ان الامور لم تحسن بعد وشفنا ليفربول بيعود باربعة اهداف امام برشلونة ورأينا يوفينتس وسجل سلاسة اهداف في ملعب ريال مدريد بس دول ما كانتش حالتهم زي حالة التراجي طبعا بالمكرنة بالقادي هما يعني التراجي بعيد اوش وقال بالتأكيد احنا مش هنخش مباراة الاياب بتعالي او باستهتار وقال ان احنا مش بنتصور ان الامور حسمت وشايفين ان الامور لم تحسب حتى الان وقال ان اللي بيحصل انه احنا هنفضل مركزين في المباراة لحد صافرة النهاية وقال ان احنا هنحافظ على تركيزنا في هذه المواجهة مباراة الاياب قال ان احنا طبعا سعداء بالفوز خارج الارض بنتيجة كبيرة ولكن ده بالنسبة لنا لا يعني التأهل طبعا ده كلام محترم بس انا عارف ان انت من جواكا مارسي لاكولر عارف ان الاهل يتأهل عارف بس انت تصريحات سليمة لازم المدرب يقول كده يعني المدرب على فكرة لو كانت ترى عال مثلا احنا كده خاص ضماننا المباراة النهائية ومباراة العودة دي ما لهاش لازمة واكنناها مباراة ودية كانت ساعتها يبقى مدرب بالنسبة لي مش مدرب كبير خالص مدرب كبير ما يقولش كده يركز ويحط تشكيلته ويجهز لعبته وطبعا طبعا هيفضل هتفضل القاعدة ثابتة ان الكرة ما فيهاش مستحيلات بس الترجي سيء جدا نسخة سيئة جدا من الترجي ما ترجعش والاهلي في افضل احواله فصعب صعب اوي صعب اوي في القاهرة تجيب في الاهلي اكتر من تات يعني تجيب تات عدفه اكتر فعش يعني فعش